مع حضراتكم مرة تانية وزي ما كنا بنشوف دلوقتي الحقيقة اعتراض المحاميين وشوفنا مع بعض وجهة نظر المحاميين على المادة 18 وعلى قانون السلطة القضائية الحقيقة في حالة غريبة جدا بحصلة ما بين المحاميين وبين القضاء والغريب انه الاثنين بيعملوا في نفس المكان والاثنين بيعملوا بنفس العمل والاثنين بينطقوا بلسان العدل وبلسان القضاء والاثنين بيعملوا في نفس الشيء يعني هو ده الغريب والاختلاف اللي حاصل ده هو ده اللي احنا مستغربين وكان لازم نفهم بالضبط ايه المادة 18 اللي عامل كل المشكلة دي وليه بعد قانون السلطة القضائية حصلت المشكلة دي وهل فعلا هتلغى المدى 18 زي ما اسمعنا هل دي أزمة مفتعلة زي ما بيتقال يعني أسئلة كتير جدا هنحاول نترحل نهاردة مع حضراتكم على ضفنا العزيز فنهارك سعيد ضفنا النهاردة والمستشار سعيد محمد المتحدث الرسمي باسم لجنة المستشار مكي والمحامي العام بنيابك النقد السباح الخير يا فانس صباح الخير يا فانس أهلا بحضرتك منوارنا يا فانس أهلا وسهلا هل القضاء مبسوطين أنه الشعب المصري مش عارف ياخد حقوقه في المحاكم خليني أبدأ الأول كلام نصبع سيدة المشاهدين الأول خطاب الإعلامي اللي صادر من المرشحين لمنصب نقيب المحامين في خلال الفترة اللي فاتت خليني أبدأ الحديث بي وقول الخطاب دمر فقوط شكلا وموضوعا تمام مسألة السعي المقعد نقيب المحامين ما يكونش على حصاب مصر أبدا ما يكونش على حساب البلد وأمن البلد أبدا السلطة المدنية الوحيدة اللي لسه باقي في الدولة وليها كيانها هي السلطة القضائية السلطة دي لو انهارت الدولة تمام الاعتداء اللي حصل على الأضاء النهاردة اعتداء مش على أشخاص القضاء اعتداء على الدولة المصرية اللي باقي المصر النهاردة الأضاء والمحاكم لما المحاكم تتوقف ايه اللي هيحصل فعلا هتحكمنا شريعة الغاء أو هنلجأ لأن المجلس العسكري يقول أحكام عرفية وننسى الدولة المدنية اللي بنتكلم عليها ودي كلمة للناس العادية قالتها يا فندم يعني أولاً لما حصلت الأزمة دي الناس في البيوت كانت بيقول بها هو اللي فاضل لنا هو ده اللي فاضل إيه اللي حصل في قانون السلطة القضائية إحنا لدينا فترة كبيرة إحنا وأجيال سبقتنا بنحلم باستقلال حقيقي للسلطة القضائية بحيث أن المتقاضي المواطن في الشعب المصري يدخل المحكمة وهو آمن على حياته وهو مطمئن أنه أمام قاضي مستقل لا يتملع عليه إرادات لا يخضع لسلطان الدولة لا يخضع لكذا ده اللي احنا بنحلم به الكلام ده حلم روضنا فترة كبيرة قوي لحد واحد سبعة اللي فات تولى مجلس القضايا الأعلى رئاسته المستشار حسام الغرياني أحد دعاة الاستقلال الراجل بعد ما تولى في واحد سبعة في ستة وعشرين سبعة اتخذ قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون للسلطة القضائية عشان نحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بحيث أن زي ما قلت لحضرتك أن القانون بتاع السلطة القضائية لاستقلال القضاء ده قانون للدولة للبلد للمواطن مش للقاضي ما فيش فيه مطلب قوي للقاضي بالعكس لأنا أقول لحضرتك في سياق الحديث وإحنا جايين أن القانون ضر بمصالح كتير للقضاء مصالح كتير للقضاء القانون ضر بيها ولكن احنا عايزين نحقق الاستقلال ده تمام شكلت اللجنة وبدأت الحروب من كل اتجاه حروب ما تقدرش ابدا تتكلم فيها على ان دي حروب قانونية او حروب فكر بيواجه فكر لا القصة كلها مسألة ان فيه نظام سابق في اعوانه لسه موجودين بيعبسوا في كل شيء في البلد انا متخيل الزيطة اللي حصلة النهاردة الهجمة اللي حصلة النهاردة تحت مسمى نقابة المحامين انا متخيل ان المحامين منها براء المحامين منها براء وفيه اياد خافية كلام ده قالوا نصر حسام الغدياني بارع في المصر اليوم ان فيه اياد خافية بتاعبس بامن البلد الاياد الخافية دي بتزرع فتنة وبتوجد فتنة ما بين المحامين والقضاء بخصوص مسألة القانون دي زي اللي حصل في مسألة مزبيرو نفس القصة بالضبط هي نفس القوة الخافية اللي محناش عرفين نوصلها اللي دبرت مزبيرو وعملت مزباحة مزبيرو هي هي اللي بتعمل نفس الكلام النهاردة بين المحامين والقضاء نتكلم ونقول ايه هو بعد اذنك سيد المصر شر القضاء قرروا يا جماعة احنا محتاجين ان احنا واحنا بنقرر ده متهم وده يعدم او ده في جزاءات مايبقاش في حد مسيطر علينا في قرارنا تمام واحد بنمتكلم ببساطة تمام لمشاهدان اتنين ان احنا ماينفعش ان يبقى فيه محامي او شخص يتهجم على القاضي اللي قاعد عشان يحكم بالعدل بشكل او باخر هي دي انا اتوقف عندها ام انا مش محتاج حاجة تحميني في النص الجديد انا معايا نصوص قانون قبل كده نصوص قانون مرافعات قبل كده حمياني وعطياني للقاضي سلطة ضبط الجلسة عنده بحاجة اسمها جرائم الجلسات تمام جرائم الجلسات دي بتدي سلطة للقاضي ان يحكم بالحبس على اللي يصير ضجة في القاعة بالحبس على طول في نفس اللحظة اللي حصل بعد الثورة ايه وما قبل الثورة في فترة بسيطة تفتكر حضرتك المحاكمة بتاعة عضو مجلس الشعب اللي كان اسمه اماد الجلدة هم 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 نقول دول مش محامي. مش ممكن للمحامي اللي ربي بفكر قانوني يعمل كده. يعمل كده. ومستحيل. لولا احنا بننفي عنهم الكلام ده تماما. طب. كويس. لما جينا بنحط مشروع القانون الجديد وكانت قامت الصورة وحصل اعتداءات كتيرة جدا اعتداءات على مين. زي ما حصل في محاكمة المخلوع. تمام. المحامين مع بعض بيحصل صراع بيحصل صدام بينهم. تمام. انا كقاضي محتاج النظمة الجلسة. عظيم. محتاج النظمة الجلسة بحيث ان كل واحد ياخد حقه. من حق. بيحصل اعتداء. تمام. من سين على صاد. تمام. لازم اوقفه. كويس. لازم اوقفه. اوقف الاعتداء ده. بتحصل جريمة قدامي في المحكمة. اللي حصل في المادة 18 عشان ندخل فيها. ايوه. نشرح بقى المادة 18 بعد اذن حدثك. المادة 18. ايوه. اللي حصل في المادة 18. احنا قلنا ايه. في المادة 18 في القانون الاصلي اللي احنا شغالين به. اه. ان الجلسة منوطة برئيسها. وضبط الجلسة منوطة برئيس الجلسة. والكلام ده كله ده. احنا اضفنا فيها فقرة. قلنا ايه. قلنا كل ما اقتحم عنوة. ام. اظن اللغة العربية سليمة وفصيحة ومفهومة لكل الشعب. ما اقتحم عنوة. احنا قاعدين في الستوديو عند حضرتك. بيدخل علينا دلوقتي الناس المسلحين بيقتحموا الستوديو. ام. انا كآضي مملكش ان نأمر بالقبض عليهم. طبعا. هو ده اللي قلنا في المدى 18 في البند الاول ده. اه. قلنا من اقتحم عنوة. مقر المحكمة. اه. قلنا المحكمة تؤمر بالقبض عليهم. طب وفكرة السلطة المطلقة سيد المستشار. اكمل 18 بعد إذن حضرتك. طب فدر. اصح. قلنا من اقتحم عنوة. ام. او عطل سير العدارة. ام. قبل الصورة بايام كانت حصلت المشكلة بتاعت زميلنا امير عوض في محكمة مبابة. ام. رئيس محكمة قاعد بيدير الجلسة بتاعته. ام. وفجئ بشخص بيقوله. القضية بتاعتي رقم كزا. انتعارف حضرتك القضية عندنا بالرول. تمام. واحد اتنين. تلاتة اربعة. تمام. رول تمانين مايجيش قبل عشرين ابدا. ام. فجئ بشخص جاله قدامه على المنصة وبيقوله تمانين تيجي الاول. ام. انا لسه في عشرين. ام. قاله مايتنظرش إلا تمانين دلوقت. دمين اللي بيقول كده. واحد ودعا انه هو محامي. ايوة ماهو. احنا بقى انا بقى عارفين يا ستر مستشارين. انا اقول ده محامي ولا مش محامي. لان حررتك لسه قايل من شوية انه رجل القانون مايصدرش عنه تصرف مثل هذا التصرف. اللي حصل في البلد ايه حضرتك؟. فإذا انا مش متأكد ان اللي بيتصرف ده رجل قانون فأتأكد وبعدين اتصرف معاه. عندنا في مصر يا استاذة تلاتاشر كلية حقوق على مستوى الجمهورية. اتفاض. صح. تلاتاشر كلية حقوق بيخرجوا سنويا حوالي تلاتين الف خريك. ام. التلاتين الف دول بيروح منهم للهيئات القضائية ما يعادل الف وخمسمائة واحد. تمام. والتمانية وعشرين الف البقين او تمانية وعشرين وخمسمائة البقين بالكامل بيروحوا يؤيدوا اسماهم في القبط المحاميين. تمام. ويطلع كارنيه يحط في جيبه ويمتهن عمل اخر. احنا عندنا الجدول العام في نقابة المحامين تعداده تخطط نص مليون. جدول العام في نقابة المحامين تعداده تخطط نص مليون. في نظير العاملين فعلا بمهنة المحامات لا يتعدى ولا يتجاوز عددهم العشرين وثلاثين الف محامات. طيب بمعنى عايز تقول حضرتك. بمعنى ان الناس التانية اللي ما بتشتغلش في المحامات دي. اه. حتى هم عندهم مشكلة في النقابة دلوقتي مسألة ان هم بيطلبوا بتنقية الجداول. ام. الناس من مين؟ من أصحاب المصلحة. يعني أنا داخل المحكمة وعندي مشكلة زي اللي قلت رحضاك عليها. أنا عايز أجيب رول 80 قبل 20. عايز أصير ضجة مع القاضي. بجيب 15 عشين واحد من دول اللي هم غير محامين. وأنا بأؤكد على العبارة دي. اللي دول غير محامين لا يمتهي مهنة المهمة. طيب أنا مهمتي إن أنا أتأكد إنه عندي. بجيبهم معايا للجلسة. ونعطل تصير العدالة. بقول للقاضي لا. عشرين ما تتنظر شي ولا واحد وعشرين ولا كذا. ولا كذا. لحد ما تجيب لي 80 قبل.